خرجت تشكلة المنتخب الوطني لشباب من جديد او قل التشكلة التي ستواجه المنتخب المالي 24 لاعبا حضرت اسماء وغابت اخرى حضرت اندية وغابت اخرى ايضا عشرة لاعبين من نادي الكونكورد ثلاثة من افسين وذبو ثلاثة من تفرق زيناء اثنان من نادي تجكجا والبقية موزعة بين الاندية التالية من كل نادي لاعب واحد اتانت دار نعيم لكسر الشرطة اكاديمية الوطنية طبعا بعد خروج التشكلة حضرت الاسئلة التالية في ذهن كل متتبع للكرة الموريتانية ما سر اختيار المدرب سيد احمد وللقاسم لعشرة اسماء من الكونكورد طبعا حين نحاول الاجابة نقول ان المدرب سيد احمد وللقاسم يبحث عن لاعبه اينما حلوا فهو يدرب الكونكورد اولا واكثر الناس معرفة بلاعبه ولا يريد تورط نفسه مع لاعبنا اخرين ربما يسببون له ازعاجا تكتيكيا ولذلك هو لا يرى نفسه الا في لاعبه اينما حط الرحال مع ان خياراته في المرة السابقة لم تأتي بنتجة تذكر للمنتخب الوطني للشباب النقطة الثانية من المعروف ان نادي افسين وذيبو خسر كل شيء هذا العام مقابل اعتماده على سياسة الوجوه الشاب ومع ذلك لم يستدعى منه الا ثلاثة لاعبين صحبة نادي تججة الذي يحول كثير من الشباب ايضا ذوي المهارات والفنية العالية وينتهج نفس السياسة التي ينتهجها النادي البرتقالي افسين وذيبو النقطة الاخيرة اسماء تستحق ان تستدعى وغيابها بلا مبرر مهما كانت الظروف والتحديات وارزق لاعب نادي الاكسر المتألق هذه الايام بتحركاته واهدافه الرائعة صحبة هدى في الدور حاليا المهاجم الديارة الذي برهن للجميع انه قادم وبقوة والمدرب سيد احمد وللقاسم حين سألناه عن هذا اللاعب بالتحديد اكتفى بالقول هو لاعب جيد اشتركوا في القناة